عمر مشاهدين كيف يمرض الأفراد وتتعافى الدول هذه من أهم الورش في الحقيقة التي ستطرح بإذن الله الآن في معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمؤثرين سواء كانوا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الأمور المتعلقة بالكتب النشرات والمنشورات والكثير من الأمور الأخرى إلى جانب مشاهدين العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستكون بإذن الله موجودة في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا المعرض الذي يحظى باهتمام كبير من قبل صاحب اسمه الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بحيث تتلاقح فيه الأفكار وأيضا تتقابل العقول هناك العديد من الأقسام والأنشطة المتواجدة وهذا أكيد دعوه منه بزيارة هذا المعرض والاستمتاع بإجمل اللقطات فيه إذا مشاهدينا الزميل محمد النقمير راح يغطي لنا فقرة مميزة من هذه الفعالية كيف يمرض الأفراد وتتعافى الدول برعاية دائرة التنمية الاقتصادية وبحضور الدكتور عبدالله الدروكي والدكتور محمد الحميري والدكتور عمر الصالح إذا مشاهدينا نشوفها دفعالية ولا لا أعودة حالات الطبيعية وليوانا صغيرا قم يقول إبدارة وتنميزة ولن يصل إلى هذا الهدف كل رتاقان مشبر داخليا بالإتساق معنى حديثه الموالية الماسلوف أو غيما الحياة المعيشية أيما اليوم يتحدث من الناس هي يعني تتسخ مع لضلية الماسلوف من اهتياجات المختلفة المستويات وفي التاريخ لما الإنسان يتشفع من هذه المستويات الأربعة وثلاثة المسلمات لأن هذه النظرية يبدأ حقيقة في الجنعة من هذه النظر في نظرة تسموه حفظة على طول المعنى النظرة هي بعيدة المسلمة ونحن يعيق ولله نحمد ونحن حفظين في هذا الإنسان الذي يعني يمعرس شرفة في الروبي في هذا الإنسان وتحقيق روليته والي طبعا تحقيقنا الرضاة للإنسان وتتوالي عبدالهم ساعة والمبادرات تلوى المبادرات في دولة الإنسان من دعم قائدتنا رشيدة وأيضا من مؤسسة بالتحاظبون الشركة زائد الله وفل الله وحمد لأنه كان يعني ملهم في طريقته وفي نموذجه في المعنى الإنسان والمبادرات المختلفة التي توالج على دولة الإنسان طبعا حدث الدكتور عن جولة الحياة في الشركة العام والتنمية والتقوير فهدفنا الدكتور محمد الحميري عن دور التقليلات إذن مستمري معكم مشاهدين الكرام في تغطيتنا الحصرية والمباشرة من معرض الشارق الدولي للكتاب وأيضا حرصا بالالتقاء بضيوفنا الأكارم من الكتاب والأدباء والمثقفين وهذه النخبة الجميلة التي نستفيد منها بشتى الطرق وأحتى من الاصدارات التي طرحت في المعرض لهذا العام وفي نسخة المعرض في هذا العام إذن المشاهدين الكرام في هذه اللحظات نستضيف الكاتب دلي علي الصغير وهو أحد الكتاب المشاركين معنا في معرض الشارقة في هذا العام ونرحب فيك ونصبحك بالخير صلاح النور حياك الله طبعا أمرك حياك الله أستاذ دلي ما شاء الله متواجدين في العرس التقافي في أمارة الشارقة بتحديد معرض الشارقة الدولي للكتاب نتحدث عن أهمية هذا المعرض لدعم الكتاب المبدعين من مختلف دول العالم طيب أول شيء سلام عليكم عليكم وعافية جميعا ومشكرين على اللقاء لا شك أن أي معرض يقام في الشرق الأوسط هو يعتبر دعم مو بس للكاتب لدار النشر بشكل عام فمن بالك بالكاتب فمن بالك إذا تكلمنا على معرض الشارجة يعتبر من أكبر وأفهم المعارض في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج يعني معرض الشارجة يعتبر أصبح الآن قبلة يمكن لكتاب العرب والكتاب الخليج عندنا بالذات فلذلك هو معرض أيضا جدا جدا مهم يعني طبعا إذن كنا نتحدث قبل الهواء بأننا نحن ما شاء الله دائما ما تعودنا بأن دولة الكويت ولادة بالمثقفين الكتاب الأدباء واللي يبهرون أمانة في كل الزار وفي كل عام لمعرض الشارق دول الكتاب فما هو السر؟ ما هي الخلطة؟ هو مو بس دولة الكويت أعتقد كل الدول العربية يمكن بشكل خاص الدول الخليج وإنتم تتميزوا يمكن بشكل أخص الكويت أنا أعتقد يمكن تجربة اللي عاشتها الكويت في 1990 أعطت الكتاب وحي الخيال أعتقد أنها أخرجت الطاقات عند الجيل لعاش الأزمة هذه فلذلك تشوفوا الكتاب الكويتين دائما يحبون يكتبون في مجال الرواية ليش؟ لأن عندهم الخيال الواسع وأعتقد أنهم ناجحين في مجال الرواية صحيح وهذا ما لمسنا في هذا المعرض نتحدث عن إصداراتك أستاذ دلي شخص في عقلي لا أعرفه هذا الإصدار أنا عندي تقريباً ثمان إصدارات لكن هذا الإصدار هو أكثر كتاب محبة في لقلبي نفسه ما يسألونه واحد منه تحب أكثر واحد من عيالك فأقولهم على طول شخص في عقلي لا أعرفه أحس أن هذا الكتاب يرامس وجداني يرامس فلسفتي يرامس شخصيتي من داخل فأتكلم فيه شخص في عقلي لا أعرفه أيضاً عندي كتاب ثاني نوعاً ما يرامس شخصيتي اللي هو صوت لا يقوع الكلام نتكلم أن نحن دائماً نشوف أفكار ناجحة في العالم نقول أخ هذه كانت فكرتي أنا شون هو سبقني الفكرة صحيح هو سبقك هو سمع صوت الفكرة وأنت لم تسمع صوت الفكرة فالفكرة هي باللغة العربية كلمة مؤنثة أنا أخرجت الفكرة من عقلي وتخيلتها عبارة عن أنثى وبديت أتحاور معها بشكل فلسفي وفكري علشان أفهمها أنا لما أقعد أتحاور معاش وتحاور معاك رح نفهم بعض لكن إذا كل واحد قاعد ساكت ومحد يتكلم محد رح يفهم الثاني فبديت أتحاور مع الفكرة بشكل فلسفي إلى أن وصلت إلى أني أنا أفهم الفكرة شون تشتغل يقول لك الدراسات تقول أن عقل إنسان في اليوم الواحد ما لا يقل عن ثلاثين ألف فكرة تجول في خاطر فهي تتودد لي وتقولي أني أنا ثلاثين ألف مرة أمرك في اليوم وين توديني نعم عجبتني الفلسفة الصراحة وطريقة التفكير صحيح يعني حتى أنا ممكن إجابتك تقودني إلى سؤال يعني هل هذه تحتاج إلى دراسة فلسفة يعني استاذ أنا أحب أدراف كتب الفلسفة بس ما تحتاج إلى دراسة فلسفة يعني أنا تخصصي محاسبة أصلا بس لو رجع فيني الوقت شوية وراء يمكن أدرس فلسفة وعلم نفس طيب إذا عدنا إلى كتابك أحد أحب الكتب لديك مثل ما ذكرت من هو الشخص المجهول هو كلنا عندنا أشخاص مو شخص واحد في عقلنا ساعات هذا الشخص يودك الخير يودك الشب فالمطلوب مني أني أنا أعرف شون أتعامل مع الشخص أتحور معه على أساس يمسك في يدي يوديني إلى الطريق الخير صحيح ومصح فهذا الشخص في عقل ما أقدر أقول له واحد هو أشخاص كثيرة ساعات يكون كاتب ساعات يكون متابع الغياضة ساعات يكون مع أصدقائي فأشخاص كثيرة في عقلي مو شخص واحد صحيح ولكن هو ملهم بالنسبة لك ملهم بالنسبة لي أنا نعم ومن الملهم بالنسبة للأستاذ دلي والله أنا عندي اثنين في حياتي قدولي يعني أخي الأكبر عيد العنزي وأيضا خالي علي العنزي ولو نعتبرهم قدولي في حياتي نعم يا سلام طيب كيف تختار قدوتك في حياتك ساد دلي يعني عندما نختار القدوة يجب أن يكونوا مثل الأصدقاء يختاروا بعناية ودقة لأن هذا القدوة لربما يقودنا إلى أمور مستقبلية في حياتنا ونتبع فكرهم أو بعض من المعتقداتهم أو توجهاتهم في هذه الحياة فكيف نختار القدوة شوف استاذ أنا تعلمت في حياتي المتواضعة أن أي شخص ما يضيف لي إضافة في حياتي أحاول أني أنا ما أتعمق في التعامل معه لذلك قدوتي لازم يضيف لي إضافة فأنا لما أقول إضافة أكيد بيكون شخص مثقف أكيد بيكون شخص واعي ترى على فكرة مو شرط يكون دارس بس مجرد أنه يكون قارئ يكون مثقف فهذول الشخصين في حياتي يعني أنا أشوفهم قمة في المعلومات لذلك أنا أقتبس من معلوماتهم معلومة من ذهب في الحقيقة عن أستاذ دلي نتحدث عن الإصدار الآخر اللي هو الزهايمر أي أوكي الزهايمر رواية علشان أكتبها قرأت كتابين طبيين في مجال مرض الزهايمر لأنه لازم أتغمص الدور بالشكل صحيح فمن كثر ما عشت الحالة حسيتني وأن أكتب الزهايمر قاعد أنسى أشياء كثيرة من يوم هنا قال أستعمل النوت أسجل ملاحظات فذلك هي رواية أنا في جميع عمالي رواية أطرح مشاكل موجودة في المجتمع أو بعض الأمور الموجودة لتخفي عن الغالب فلذلك في الزهايمر الناس كثيرة تعتقد أن مرض الزهايمر هو مجرد أن ينسى هو موضوع أكبر من هذا فلذلك صلت عليه الضوء في مجال الزهايمر في رواية الزهايمر جدار بيني وبين العالم سميتها ممتاز لماذا الزهايمر بشكل خاص؟ عايشت حالات مروا في مرض الزهايمر فحبيت أكتب عنه المرض وشفت مرض الآن بدأ ينتشر بكثرة صراحة التي توجه في كتابتك وطرح إصدارات تُعنى بهذا المجال بالذلك اليوم لربما الناس اختلفت أذواقها والكثير من الناس الناس اختلفت أذواقها في القراءة وشغفهم في الكتب وحب العناوين دائما فمن شأن العناوين أن تجذب القارئ وأنت ما شاء الله عليك تميز بالعناوين هو القراءة بستان وأنت مطلوب منك تختار تزاهر لتناسبك فإذا كنت أنا أحب أكتب في الرواية غيري ما يحب يقرأ في الرواية غيري يكتب بالفكر بالفلسفة غيري يكتب في تطوير الذات بستان بالنهاية أنت كل مجهود منك أنك تأخذ الزهر اللي تحبها ولماذا العناوين الغريبة بالذات يعني فيه هناك أيضا أصدار مهاجرون لقوارب الموت هو فن تسويق الكتاب يعتمد على أشياء كثيرة قد تكون المادة داخل الكتاب مادة جميلة لكن إذا كان الغلاف مو جميل وكان العنوان مو ملفت وما يترك المطباع ما يترك المطباع عند القارئ شونه يقصد ويصيق فيه تحدي بين القارئ وبين الكتاب ممكن أن الكتاب ما ينجح في التسويق وقد يكون الكتاب رائع فهي كلها جوانب تسويقية جميل طيب سادة اللي بجانب أنك كاتب مبدع أنت شخص تقدم دورات لتدريب الكتاب وتهيئتهم لطرح كتب ولربما يكون مولود أول لهذا الكاتب في بداية الطريق نتحدث عن أهم مقويمات هذا الكاتب إذا كان يريد أن يتوجه إلى عالم الكتابة وأن يكون أحد المؤثرين في هذا الجانب صحيح نحن عندنا في دار النشر قرطاس عندنا دورة اسمها كيف تكتب كتابك الأول الدورة هذه أعملناها يمكن أكثر من ثلاثين مرة أنت لما تكلم في لغة الأرقام ما في أوضح وأجمل وأقوى من لغة الأرقام لما تكلم إلى خمسين إلى ستين كتاب كانوا من مخرجات الدورة فأنت تكلم على نجاح نجاح جميل أهم مقويمات الكاتب أن يمتلك إذا كان في مجال الرواية أن يمتلك الحبكة الرواية يمتلك القصة ويمتلك القدم رشيق راقي الأمور يقدر يطور من نفسه في القراءة وما الذي ينقص الكاتب العربي اليوم أستاذ دلي والله ما أشوف الكاتب العربي ينقص شيء الكاتب العربي مبدع في جميع المجالات وين مجال التبينة في مجال التنمية الذاتية في مجال الرواية في مجال الفلسفة لابد في كل دولة عربية راح تحصين كاتب مبدع فيها المجال هذا جميل طيب هل تتفق بي لا ربما مقولة أجمع عليها البعض من المثقفين والأجباء والمفكرين في جانب الكتابة يقال إذا كنت تريد أن تكون كاتب فعليك أن تكون قارئ طبعا طبعا أنا دايما أقول مثال هذا في الدورة مستحيل لاعبين الكرة لنشوفهم نجوم مجرد هو نجم على الملعب لازم في شيء يسويه قبله في عنده تمارين في عنده برنامج غذائي يتبع نفس الشيء الكاتب الكاتب اللي تشوفه نجم لا تعتقد أنه نولد بالصقفة وهو قبل أن يكون كاتب ناجح صدقني هو كان قارئ ناجح يا سلام يا سلام في الأخير الكاتب والنشر المبدع في الحقيقة الأستاذ دلي علي الصغير كل الشكر لك وشكرا على تواجدك اليوم وميانا في برنامج سباح الشرقية وكل التوفيق لك بإذن الله تحكم عافية شغفنا فيكم جميعا شكرا 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 إذن مشاهدين وما زلنا مستمرين أيضا في هذه الحلقة الاستثنائية وننتقل الآن للزميل محمد النقبي ليطلعنا على كل ما هو جديد في هذا الحدث الاستثنائي محمد لكل كلمة شكرا زملائي في الاستيديو وعودة مجددا لكم مشاهدين الكرام من أروقة معرض الشارقة الدول الكتاب وفي الحقيقة حاليا متواجد عن دار مميز للخط العربي ومن هنا يسعدني أن أرحب حسين أحمد مدير دار السري آرت للخط العربي أستاذ حسين حياك الله بيونا حياكم الله وبياكم نورتونا وشرفتونا إن شاء الله شو هذا الدار المميز اليوم تسلم الله أحباركم ونذوقكم ونطيبكم ما يقدم الدار لديكم اليوم لدينا إصدارات الخط العربي كنت في مرحلة أحتاج من يدرسني هذه الأمور جات فترة قمت أساعد من كان مثلي يحتاج هذه الأشياء تعبت جدا في البحث على من يدرسني الخط العربي الآن أنا في دور من علمني ووفر هذه الأشياء لأهلها لدينا طبعا إصدارات الخط العربي من البداية من تعليم الصفر لتحسين الكتابة اليومية للمدارس والكبار والصغار وأيضا بالقلم العريض للهواه والفناني كراسات متعددة بعضها بخطي وبعضها من عبق التاريخ القديم المناهج الصعبة التي درستها في تركيا وفي الكويت بسطها بطريقة سهلة جدا ممكن أعطيكم نظر عنها وأيضا خطوط خططين مميزين مثلا خططين كسوة الكعب المشرف والأستاذ مختار عالم أستاذ عثمان طه خطاط مصحف المدينة نأخذ من هذا الخطوط الجميلة لديهم ونبسطها للجمهور بطريقة سهلة مميزة بالألوان بالتصاميم جميل ما يميز الدار عن الدور الأخرى طبعا كل دار لا شكل لها ميزاتها ولها يعني إيجابياتها لا أعرف إيجابيات الدور الأخرى ولكن بالنسبة لنا يعني نهتم بمهارات سكلز ليس فقط قرائية ليس فقط حفظ مثلا أو مادة أو روائية أو قصصية يعني لدينا بناء المهار بناء الذات الفنانة لتصل لكتابة مصاحف لتصل لعمارة مساجد بخطوطها عمارة فنية عمارة إسلامية يعني لا يوجد لدينا في إصداراتنا الكثير من الكلام ولكن الكثير من الفنون التي تبني هذه الذات التي في الأخير هي خطاط مشهور يضاف لقائمة الخطاطين في العالم العربي والإسلامي مثل ما نرى في المساجد العربية مثل ما نرى في مساجد العمارة الإسلامية ومثلا في تركيا كان خطاط أيام السلطان عثماني كان يفرغ الخطاط يوم كامل مهارة وظيفة روح المدينة سوء مسجد الحرام المدينة لا ترجع هذه وظيفة مدى الحياة هنا خط الخطاط يعني لا يعلم مواد قرائية ولكن هي فنية يعني مهارات معكم أنتم تكتبون الخط العربي ما الأدوات المستخدمة لديكم في كتابة الخط العربي؟ طبعا الأدوات وتعتبر أدوات نادرة في أدوات الخط العربي مثل الأقلام الخشبية التي مثلا مقاربة لهذه الأقلام مثلا لدينا أقلام الحديد التي تكون تجهز للخط العربي ثم نبيعها مع الكراسات لكي يعرف الخطاط أن هذه أقلام جاهزة ومقصوصة للخط العربي أو مثلا أقلام الخشبية التي نجهزها بالمحبرة والحبر والحرير مثلا يضع الحبر في المحبرة والحرير ونعطيه مثلا الطقم جاهز ليتعلموا هذه الأحبار خاصة وتمنمسح على الكراسات التعليمية مثلا لما يكتب على الكراسة ثم يغلط ممكن يمسح هذه الأشياء على الأراق اللماعة ليكون عنده الأمل أنه يكتب ويتدرب فترة طويلة حتى يضمن أنه يستبيد ويعمل مثل هذه اللوحات وشتى الأدوات طبعا ولكن الإصدارات تختلف محبيها بين الديواني والرقعة والنسخ فكل خطات يأخذ قسمه ونصيبه من أدواته وقسمه من الكراسات اللي هو يرغب فيها الحقيقة ودينا أطيل الحديث وياك لكن لضيق الوقت كلمة أخيرة توجهها المشاهدين لا تقف في رغبة ترى أنها ممكن تصل إلى احتراف الكثير يحجز بينه وبين نفسه في بداياته يرى مثل أعلى يقول أنا مستحيل أوصل هذا الجزئية من الإتقان فالرغبة هي دلالة الموهبة شي طبيعي لما تكون مبتدة لما تنظر لواحد في نهاياته صعب أنك تجد نفسك أنت توصل لنفس هذا المكان لا يمكن تصدق يعني الفقير مثلا بدأت أدرس الخط في 2007 2009 جبت الأول في الكويت ما كنت تعرف 2010 هم من جبت الأول في 2010 في الكويت ما كنت تعرف أني بفوز 2011 فوز في تركيا مسابقة دولية صح جازت مكافأ مستحيل كنت أنا في بداياتي أفكر أني سأفوز بعدها بـ 27 سنة أنا مسوي 20 دورة يعني إنسان عدو مجهل نصيحتي ابدأ يعني قبل أن أسوي الترخيص الرسمي كنت أشارك ثلاث سنوات في معارض الكتاب أنشر هذه الرسالة وأسوي هذا التسويق لا يمكن أنا 2007 الآن 2020 أني يعني أكون عندي دار نشر فيها 40 أو 60 إصدار مع الزخار فيما يقارب 100 منتج فأنت لا تعرف وين توصل ابدأ فالبداية هي انطلاقة ووصول إلى الاحتراف والإيجادة والرغبة دلالة الموابع جميل في الحقيقة كل الشكر والتقدير لك شكر لكم وشكرا لدعمكم وتشجيعكم وظهاركم لهذه الفنون الجميلة تحيات لكم جميلة للمشاهدينك كرام هذه كانت نقلتنا من عروقة معرضة شارقة دولي الكتاب ولان لنعودها إلى الزمالة في الاستيجاب شكرا لك يا محمد ووفقت باختيارك هذه الزاوية معرضة شارقة دولية للكتاب لاستعراض الخط العربي واختلافه مع اختلاف الزمن والحقب الزمنية في كل عصر لربما اختلفت فيه بعض الخطوط لذلك مشاهدين الكرام إلى هذه اللحظة نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الشرقية إلا أن نلتقي إن شاء الله غدا بنفس التوقيت ولذاك الحين تقبل تحياتي أخوكم عمر أحمد وتحيات زميلتي المبدعة عاش الأنصاري وجميع طاقم العمل ودمتم بأمان الله مع السلامة إذن مشاهدين انتظرونا يوم غد مع قامات أدبية ثقافية متنوعة إلى ذلك الحين تقبل تحياتنا ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر